بعد ساعات من إعلان الحكومة الشرعية فرض سيطراتها على العاصمة المؤقتة عدن تعاود قوات المجلس الانتقادي الجنوبي لتسيطر مجددا على المدينة الجنوبية وتنتزعها من أيدي الحكومة المعترف بها دوديا بقيادة الرئيس عبدرب منصور هادي والتي اتهمت بدورها دولة الإمارات في تقديم الدعم اللوجستي لقوات المجلس الانتقادي عبر شن قصف جويا على قواتها جنوب البلاد حيث تدور المعارك هناك قوات المجلس الانتقادي وبعد استقدام ما يقرب من خمسة آلاف مقاتل من محافظتي لحج والضالع لتعزيز قدرتها القتالية شنت هجمات على أحياء عدن واشتبكت مع قوات شرعية ليسقط خلالها قتل وجرح بينهم العقيد وليد الجلد مدير أمن ميناء عدن الاشتباكات تركزت في أحياء المعلى وخورم كسر ودار سعد والابريقة لتتمكن بعدها قوات الانتقالي من السيطرة على معسكر بدر في حي خورم كسر الانتقالي وليشدد قبضته نشر قوات على الطريق الرابط بين مدينة الحوطة في لحج وعدن وعند المداخل الشمالية والغربية لعدن كما أرسل قوات عسكرية إلى المدخل الشرقي للمدينة لاستعادة السيطرة على نقطة العلم لم ينتهي الأمر هنا بل أكدت مصادر محلية قيام ما يسمى بقوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي بشن حملة اعتقالات في مختلف أحياء عدن ضد أنصار الحكومة الشرعية معارك وفوضة وكأن مشاكل اليمن انتهت ولم يتبقى سوى تصفية حسابات داخلية لتنحرف البوصل عن حرب كان الأجذر حفظ زخمها لمواجهة النفوذ الإيراني المتزايد عبر ذراعها الوفي ميليشيا الحوثي رأس الحربة وسبب الأزمع عبر ذراعها